أهلا بكم مشاهدين الكرام كل مشاهدي اليوم السابع في كل مكان في هذه التغطية المستمرة للعضوان الإسرائيلية المتواصل على الأراضي الفلسطينية المحتلة استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء اليوم الأربعاء في غارات شنها طيران الاحتلال وقصف مدفعية طال مناطق متفرقة من قطاع غزة الذي يتعرض لعضوان المتواصل بعد أكثر من 130 يوما وفدت مصادر صحفية باستشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء جراء قصف الاحتلال لموقع شرق دير البلح في استهداف طائرات الاستطلاع الإسرائيلية لمنزل في النصيرات وسط القطاع وتعرضت منطقة القرارة شمالي شرقي خان يونس جنوبية القطاع لإطلاق نار من طائرات الاحتلال المروحية تزامنا مع إطلاق نار كثيف شرق المغازم فيما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر أن الولايات المتحدة تراجع تقارير تفيد بأن إسرائيل ألحقت أذى بالمدنيين في حربها في غزة وأوضح ميلر حسب ما أوردت قناة الحر الأمريكية أن واشنطن تعتمد في ذلك على مجموعة خطوط إرشادية تستهدف ضمان التزام الدول التي تحصل على أسلحة أمريكية بالقانون الإنساني الدولي في عملياتها العسكرية وقال نسعى لإجراء تقييم وافن للتقارير عن تضرر المدنيين على أيدي المتلقين المسرح لهم بالحصول على المعادلات الدفعية المقدمة من الولايات المتحدة في أنحاء العالم وأضف أن عملية جارية بموجب دليل الاستجابة لحوادث الإضرار بالمدنيين الصررة عن وزارة الخارجية لتقييم وقاء في الصراع الحالي ووجهت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن انتقادات لاستمرارها في توريد الأسلحة إلى إسرائيل مع تزايد الاتهمات بأن الأسلحة الأمريكية الصنع تستخدم في الهجمات التي أصفرت عن مقتل وإصابة الألاف من المدنيين من جانبه قال رئيس المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان في جنيفة قال إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتجاهل النداءات الدولية وتواصل قصفها على رفح مشيرا إلى أن عمليات القتل الميداني والجماعي للفلسطينيين ارتفعت بشكل كبير خاصة في شرق رفح ولفت رئيس المرصد الأورو متوسطي إلى الحصار المفروض على مستشفى ناصر في كان يونس وعمليات إطلاق النار المباشر تجاهها مشددا على عدم إمكانية النقل الفلسطينيين من جنوب قطاع غزة دون إنهاء التواجد الإسرائيلي في القطاع والسماحي بشكل كامل لإدخال المساعدات وبلغت الحصيلة غير النهائية للحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي أكتر من 28473 شهيدا وأكتر من 68146 مصابا إلى هنا نكون وصلنا مع حضرتكم لنهاية هذه التغطية شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء